مش عملوا فيلم نحنا يشبه أفاتار يحكيوا بالعربية يمكن نحنا نضحكوا عليك نشوفوا نعرش أنا ما هل صحيح فكرتي ولا ولتنفيذ هالنوع من الأفلام بدأ ميزانية عالية فهل نحنا بالعالم العربي قدرين نوصل لهالمحل وطلوا على الأمر بدل ما يرجعوا بإفادة للأرض رجعوا مع حسنة وهد شفوهن فوق وجبوهن لهون يعني ما استفدنا معهن مرحبا وبودكاست جديد لهيدا الأسبوع هيدا الأسبوع رح نحكي عن فيلم هو النمبر ون بالبوكس أفس الأمريكي وعم بيتم عرضه بجميع الصلاة هو بلانت أوف دي إيبس يلي مأخوض عن الكتاب للفرنسي بيير بول بعنوان لبلانات دي سنش سؤل بإحدى المقابلات بيير بول عن هالكتاب وعن هوية الكتاب وشخصياته يلي أحدثت ضج كبيرة بأوائل الستينيات فوضح على أنه الكروض برويته منهم إلا بشر بالكتير من تصرفاتهم وحدد بأنه كتابه هو هجاء لاذع للمجتمع البشري وسرعا ما تحول نجاح القصة لسلسلة أفلام سينمائية وشهد آخرها النجاح يلي عم نحكي عنه واللي استعرضناه بالبوكس أفس واللي كتير نشاف بأماكن متعددة تريلر وأكيد على مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت الأرباح أن تتخطى 130 مليون دولار أمريكي خلال ثلاثة أيام الأولى لعرض هالفيلم بالصلاة فيلم مهم برشا نحكي عنه بلانت دي سانج بلانت أوف دي ييبس الفيلم اللي أول فيلم من هالسلسلة هذي كان عام 1968 وستين فيلم وعالم جديد من المغامرات السينما أي يحقق نجاح جماهيري كبير وعلى تقريبا برشا أجيال ما زالوا يتحثوا وما زالوا يحكيوا وما زالوا يسمعوا بالبلانت دي سانج لأنه فيلم كما نقولوا احنا فيلم ريفيرانس قعد في التاريخ فما قصة أخرى أنه في ظل حرب الفيتنام الطويلة واللي نعرفه قديش أن الحرب دي كانت بشعة وطويلة وتجارب أخرى بالإضافة لها أجريت في منتصف الستينيات على اثنين مش شامبانزي بهدفه أنه يبحثوا على إمكانية تعليمهم التواصل بلغة الإشار وهذا السؤال يسأل هل يمكن استخدام هكذا فيلم رواقي خيالي مرجعا مكملا لتوفير فهم أفضل للحقب أمتاع الستينات اللي نحكيه عليها وطبعا ليس فقط كمرجع سينيما اليوم أحديثنا على بلانت دي ييبس من أوله لأخره بتفاصيله بأجواءه الكل نمشيه للإيس مباشرة كالعادة نحكيه معاه نسألوه ونتناقشه في هالموضوع إيس أعتقده أنه مع كينغدوم في بلانت دي ييبس اللي موجودة ولي محقق هالأرباح الكل فيلم ينجح على كل الأجيال في كل وقت كين موجود فيه الفيلم هذا ينجح لو أنا يومكم بش نسألك سؤال بطريقة أعلامية كلاسيكية بش نقول لك ما سر نجاح بلانت دي ييبس أما خلينا نسألك بطريقة الديجيتال نحنا والبودكاست والأجواء نقول لك شنية هالبلانت دي ييبس اللي يعني هالعالم اللي الناس كل تحب تعيش فيه أول شي تحيي سينمائية وميز إلى لكم ماري ترازو أمين تحيي لك وذكرت أمر جد مهم أمين أنه أدي العالم عن جد انجذبت إلى عالم بلانت أوف دي إيبس ولليوم بعده هلأ الفيلم الأخير كينغدوم بلانت أوف دي إيبس مثل ما ذكرته بالمقدمة حتى حقيق النجاحات الكبيرة مع أنه إذا بدنا نجي نطلع على الفيلم مباشرة وعلى موضوعه هو صادم إن كان بالستينات ولا إن كان حتى اليوم يعني أدمن أن تقدم زمنيا غير ممكن أنه يتقبل إنسان أنه من هو كان يتحكم به اللي هو اسبتك المخلوق الحيواني بالتحديد القرد يصبح هو الحاكم ويصبح الإنسان هو المحكوم به ويتحول إذا هذه نظرة البربرية الوحشية ولعله هنا أنا بقول لك السبب النجاح هو فعلا هذه القصة الفاسينات اللي فعلا عن جد موذي جدا لبيير بول وديكين هوك جدا ذكي لأنه أرر أنه ينتئد فيها المجتمع ولعله بعد الأذكى والأروع كان الاقتباس السينمائي مع حتى مثل فرانكلين شافنر اللي لما أخذ هذه القصة الفرنسية من بيير بول عمل لها أمركة واجب ناس مثل مايكل ويلسون ورود سيرلينج اللي أضافوا لأله يعني غير أنه الشخصية الأساسية كانت بوقتها شخصية رأد فضاء جورج تيل اللي بيلعب دورة شارلتان هستن لابسة هذه مثلا بقولوا بدلة النازا ولعله هون بدو ورجيكم شغلة من كتاب أكتر شيء بتعبر عن كتاب أفش دو سينما لألبرتو كاستانيا أحد أهم المواثقين بالسينما الإيطالية والعالمية بالأفش بوقتها رأح ورجيكم وإن شاء الله ما تلمع الصورة على الكاميرا ما عمل التست قبل معكم حق أهلية هون بتشوف أنت كيف تشارلتان هستن جاي تقريبا هو بالوجه الحضاري لابس بدلة النازا وبتشوف هون كيف القروض هني مبينين بوجه الحكماء وبتشوف هون الأشخاص اللي كانوا هني مأس أسرينهم من متوقع من بشرية واللي هني كانوا خرس ما كانوا يحكوا بقى فقدوا اللغة يعني قلب هو طاول بيير بول بانتقاد جد لاذع إلى المجتمع وشفنا من حد هيد الأفش كيف عمل هذا الابتباس فرانكلين شافت بطريقة جد دكية وصار فيه انتقاد أكتر وانعكاس أكبر لمكان تعيشه أمريكا من أزمة يعني شفنا مش من زمان حكينا عن سيفل وور الدي كمان فيه كان عم يدقنا قوس خطر هذا الفيلم عن ما هي هلأ عم تمر في الولايات المتحدة وأيضا كمان بلانت أوف دي إيبس ما بدي إليك بس انعكاس تاريخي لأنه هون أنت زكتشغل بالأول إذا هو مرجع هذا الفيلم مش بس سينمائي مرجع فلسفة وتاريخي وسياسة دون شك لأنه أنا مستمع لأي لي أي كتاب تاريخ هو أنت بقوله توثيق تاريخي ولكن السينما فيها هالفيلمك ديسكورس فيها هالخطاب السينمائي يلي أي حدث تاريخي بتعطيه بعد دراما مش بس عواطف أنت لما تنقل بطريقة مرئية وصوتية فعلا على قد ما هو جاذب هذه القصة لما انتقلت بهذه الطريقة الذكية على الرغم من أنها جدا صادمة ولما استقتم كتب حتى مثل رود سيرلينج عطونا أحد أروع النهيات أروع الأنديز بالتاريخ السينما من دون ما نقول شو صار بفيلم اتنين وستين بتوصل أنت المطرح بتحسي حالك أنه شوك سير شوك مش بس فيلم شوك هيك عادي بتقول أنه اف شو عم شوف قدامي لهيك حق نجاحي كتير كبير ولهيك سفيكين كتير تفعول مع العالم ولهن يخافوا دائما من المجهول أنه ماذا إذا هالإنسان البشري وهالمخلوق البشري صح التعبير بيصوروا هيك الفيلم من بعد ما فعلا فضع وخرب في العالم إن كان بكل ما فيه من جواره من موارد ومخلوقات وأمر فيها واستحكم فيها ماذا إذا تقلب وتتطول وانقلب السحر على السحر لذلك فيه نقطتين جدا مهمين ما راح تطول بقى كتير في هذا البعد ولكن بدي يقول الفيلم بيصور نقطتين أو بعدين فلسفيين مهمين جدا لو ضغرم هالعالم تعرفتهم بعنوينهم ولكن بيحكي عن أو كيف الإنسان بيعتبر حاله بكل مبسطة مركز العالم وأنه واتما ذكرنا كل ما حواليه هو لخدمته أو لاستثماره واستخدامه ونقطتين هي أو هذه الفوقية لليوم بعدنا عم نشوفها وبالفيلم كمان إذا بدك هيك يعملوا نيانس أو يجربوا يلمحوا على الفوقية للويت سوبرميسي فوقية العرق الأبيض بأمريكا وبالعالم وكيف كانوا عم يتعاملوا وكيف كانوا بعضهم كانوا بوقتها مع العرق الأسود وباقي الشعوب يعني هذه هي تشوفها نظر أنه هن معتبرين حالهم كانوا العرق الأسما والبلد الأقوى وشفنا شو عملوا بفيتنام وقد كانوا في ويلات بوقتها لذلك الفيلم إجا كتير مهم بوقته وبعضه لليوم جد مهم وليس فقط إنعكاس تاريخي ولكن ولا حتى توثيق هو فعلا رسالة سينمائية جد مؤثرة بتعيش معنا لليوم طيب اليس الفيلم فيه عدة نقاط مهمة لكن اليوم مع مرور كل هالزمن وخمسة واربعين سنة على إنتاج هيدا الفيلم وعلى إنتاج الأجزاء الأولى اليوم قتى هيدا الفيلم بالالفين واربع وعشرين هناك تقنيات حديثة إن كان للتصوير إن كان للأنيميشن وتقنيات متعددة قدي استفادوا من الموشن بيكتشر إنهم يستعملون وقدي استفادوا إنهم يفرجون قصص عديدة إلى جانب أكيد الرسائل يلي عم تحكي عنا معك حق ماري تاريز لأنه أصلا تنفيذ هيك فيلم إن كان بالستينات يعني كان تقريبا شميع مستحيل ما كان حدا يسترجع يفوت على السيانس فكسيون ولو السيانس فكسيون بلشت من أكتر من 100 سنة ب1902 مع جورج مالياس ولكن بنحو قصير لما سأرر يسافر على الأمر وكان هذا الفيلم فعلا نعتبره يمكن هو تبقوله نوات أفلام للسيانس فكسيون مع جورج مالياس هذا المبدع السينمائي العظيم ولكن حتى الستينات ما كنا عم نشوفت ما ذكرنا لأنه أول شي في تكلف كتير عالية وكانت كل الشركات يمكن متخوفة تفوت بهذا الجنر بهذا النوع من الأفلام لما أجودون يعملوه تخيل معي وقف في تلت تربية الإنتاجات بهولوود لأنه ما ظل في ميك أب أرتست أو متخصص مكيهاج ما جيبوه استقدموه على موقع ست تصوير بلانت آف دي إيبس وأتجيبه جون شامبرز وفعلا بوقتها حتى ما كان فيه أسكار لبست ميك أب بس أعطوه أسكار تكريمي قد ما كان فعلا العمل رائع بالميك أب وكان ياخد ساعات جد كبيرة يعني حتى مش حكيم بالتحديد ولكن ساعات طويلة لدرجة فيه مسلين حتى نسحبوا يعني ما تقولوا ما تجرى وأنه يرتبطوا بهذا الفيلم يعني حتى بالألفين وواحد بعد مرور حوالي الأربعين سنة لما تيم بيرتن عمل هيدا الشي وما كان فيه بوقتها بوقتها موشن كابتشور مع تيم بيرتن بلانت آف دي إيبس مع أنه الفيلم نجح جمهاريا ولكن انتقدوه كتير كان بوقتها كلم مسل والفين وواحد عم يحكي يقعد أربع ساعات ونص يحطوا له ميك أب وساعة ونص يشلوه وفي منهم يعني مثل تيم بروث صار فيه عنده عطب بسنسل تظهر وتعب كتير حتى من الميك أب بروستاتيك تلبسوا إيهون هلأ اليوم عم تذكرني على الموشن كابتشور اللي اشتهرت كتير شفنا من 99 مع ستار وورز فانتوم منس ومن بعدها مع سميغل غولوم الرائع أندي سيركس اللي مثل ما شهرة بلورد оф درينكز كمان شهرة واشتغل عليها كتير بإخر سلسية بلانت آف دي إيبس بدور سيزر سوهلأ بس نشوف نحن هالنقط هذه نقط الاستشعار وفيها الكاميرات مصوبة عليهم وصرنا نشوف فعلا وقعي بالمشاعر لدرجة منحس أنه الإيبس صاروا جدا بيشبهوا بسيماتهم القرضية بهالسيمين تريد صاروا بيشبهوا كتير حتى السيمات الإنسانية لهالدرجة الموشن كابتشور خلتنا نقدر نفوت بعد على هذه الرسوم والتفاصيل موجودة بوجوههم نقدر نحس معهم أكتر ونتفاعل مع هذه الشخصيات لذلك دون شك خدمتهم التقنية ولكن ولما كانت حتى التقنية مثلا نقول متواضع حتى اليوم كانت هذه الأفلام على درجة عالية من التنفيذ والمصدقية والمصدقية التقنية لحتى فعلا نجحت بصلاة السينما يعني بصراحة أنه تكنولوجيا دايما تكنولوجيا أكيد تبدل برشة حاجات بي نحب أن نطرح موضوع نحن نحكيه على حاجة تقريبا في السيونس فيكسيون في الخيال الخيال العلمي وفي النوع هذا تحديدا شاهدناه ولحظناه في فترة معينة خاصة الفترة الأخرى أنه يعني صار أكتر نوعا ما ماشي في طريق الخيال العلمي الكوميدي نوعا ما يعني دايما هناك فكرة معينة يأما فيها سخرية يأما تبين أنه هي فقط خيالية القصة للسينما بلانت اوف دي ايبس يمكن ليفرق وأنه خلينا نسأله السؤال تخيل لو تصير يعني تخيل لو يكون هذا واقع عليش بعاد بقية أفليم الخيال العلمي أو الأفكار اللي خلينا نقوله نحن هكا شوية مشيت في طريق الخيال العلمي أو سيونس فيكسيون بطريقة معينة لتشسيدها بأفليم سينما وسلسلات ومشهورة ونعرف منها برشا أما عليش الكون الوحيد اللي فعليا وهذا اللي لحظتم برشا عبادة يقول لك أنه الوحيد خليني نسأل يجي نهار يحكمونا قرودة ولا يعني أنا أنا بوفقك الرأي أمين لأنه يمكن بس في هذا ها سلسلة أفلام أو سلسلة أفلام اللي بتحكي عن الذكاء الاصطناعي أو artificial intelligence مثل الأيبس ولكن أكتر شي تفعلنا معها ومثل ما ذكرت أنت كان عندها هذا الوقع ويمكن لو نعملت غير أفلام ما أثرت فينا هالأد لأنه نحن نحكي عن نوع من تحويل أحد أهم النظريات بتاريخ البشرية وبتاريخ دراسة البشر وما حولها بالأنتروبولوجي اللي هي الداروينيزم أو الداروينية لذلك هو بيربول كمان أيضا استوحى من داروين وهذا التشابك بين المخلوقات فيما بعضها بدون ما نقول التشقه صحيح وأخذ هو من هذا التشابك والتشابه ووضعه في هذه القصة لأنه يمكن أقرب مخلوق مثل ما قال هذا العالم داروين أنه ممكن يشبه الإنسان إن كان بحركة برجليه أو بحركاته أو بتصرفاته ولما كمان حتى عميقبلوكين لابيربول بإحدى المقابلات قاله أنه أنا مما شاهد بالحياة من الزو لما كنتروح شوف القرضى ولما كنتروح على سوق البورصة بفرنسا قاله كنتشوف الإنسان على شوي بالبورصة يتصرف بطريقة همجية واربارية أكتر من القرضى اللي موجودين بالزو لأنه منعرف نحن سوق البورصة يعني منعرف قد يكون في جنون وفي معدس فبقى كانت هذه الطريقة اللي حكي فيها كانت جدا ذكية لك ملا مفارقة عامل بيربول ونفس الشي استعمل هذه الدروانية وبعتقد أكتر هي بتكون قريبة لقلنا ولفهمنا ولتدركنا أنه نقدر نحس أنه وممكن هددنا خطر يمكن بيشبهنا طب اليس من أيام قليلة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن فيلم مصري بعنوان أسكار عودة الماموس يلي هو بيحكي عن فيل بيرجع الماموس يلي هو نوع من الفيل يلي انقرضه وشفنا أكتر من مرة أنه نعمل هيك تجارب هل برأيك أنه بهالنوع من التجارب إذا كانت بتفقد التقنيات العالية ممكن تفقد حتى معناها وتصير هزلية غير كابل نحكي عنه أمين كوميدية تصير بطريقة أنه يعني بيستخفوا بعقول مع كل هالتطور يعني الفيلم للترايلر طبعه بفرجة أنه فيه تقنيات عالية لكن كتير صعب اليوم أنه ينعمل هالنوع من الأفلام من دون الاستعانة بهالتقنيات يعني هالتقنيات بتطلب ميزانية عالية ولتنفيذ هالنوع من الأفلام بدأ ميزانية عالية فهل نحن بالعالم العربي قدرين نوصل لهالمحل ولا ملنا قدرين نوصل لهالمحل شو رأيك بالموضوع بغض النظر عن إذا تبعت هيدا الفيلم أو أي أفلام أخرى سؤالك جدا مهم بس بديحكي عن شقين شوي نسيته لما كنت بحكي هلقا مع أمين اللي هو قصة التجارب اللي بتصير بالحياة لأنه بالستينات كمان هذا الفيلم وقصته تأثروا كمان كما ذكرتم من شوي بتجارب عملت على اتنين قروض اللي كانوا واشو وانم اللي كانوا يعلمون التواصل عبل لغة الحركة أو بعدنا اليوم نعرف تجارب علمية بتصير حتى على المخلوقات أو الحيوانات حتى خلوها تكون قريبة أكتر من إنسان من جوريلا زغيرة وماتم ذكرت كمان هذا الفيلم عم يجرب ينقل شوي الواقع العلمي وقد يجرب عبر كل هذه السنين هذا الواقع أنه يكون فيه تواصل أسرع وأدراق أكبر بين الإنسان وبين الحيوان لذلك هذا موضوع دون شك هو ممكن يشكل قاعد علمية وتبني عليه الأفلام وخلينا كمان نحن نتفعل يكون فيه وقعية أكتر في هذه الأفلام ولكن إذا بدأ انتقل على الشق الأخر اللي عم تقول يا سينما عربية سينما عربية أكيد فيها لا في شي بعيد عنها ولكن للأسف يعني إذا بدأ إرجع على فيلم من 70 سن اسمه كان عيون ساحرة بيحكي عن صبية بدأ تعيد شاب من الموت بدأ تعيد حبيبة عبر تقوس روحية وباللورة زجاجية بوقت خيل بيقوله خلطوا الفنتازيا مع الخيال العلمي يعني من وقت فيه عندك هالمزيج وهالخليط الخاطئ بين شي اسمه فنتازيا وبين شي اسمه خيال علبة بالسينما بوقتها حتى كان بدون منع وقامت قيامت المرجعيات الروحية والأزهر في مصر بعدين بس عرفوا أنه هي عم تتخيل بإخي الفين رجعوا سماحوا بالصلاة وتكرت الأفلام لحد ما إجاب فيلم كمان عم يقلت شوي جورج ملياس بالتتسوة وخمسين اسمه رحلة إلى القمر ولكن سقط في الكوميديا الهزلية متما ذكرت مع اسماهيل ياسين ورشدي أبازة وطلوا على الأمر بدل ما يرجعوا بإفادة للأرض رجعوا مع حسنة وهد شفوهون فوق وجبوهون لهون يعني ما استفدنا معهم كوميديا وهزلة وحتى كانت نهايته إذا فينا يقول حتى ما فيها المغزة لذلك سقطت الأفلام إذا بدك بالسينما العربي وبالتحديد ما بدنا ننسى قدش مهمة السينما المصرية واللي جربت واللي سقط أنا عجبته لأهل باكير عندي شك راح تعجبه فسقطوا للأسف لأنه ما كانوا جديين كفية أو إذا كانوا حتى كوميديين راحوا إلى درجة هزلية وسيخرة ولكن من أجل مصدقية فيه فيلم باعتقد بالسبعة وثمانين اسمه قاهر الزمان هيدا لكمان الشيخ اللي عمل أفليم كتير من بمصر وكان أول من اكتبص لأدباء مثل نجيب محفوظ وغيرهم هالراحل اكتبص رواية لأحد الكتاب المصري اللي ما كتب إلا سيانس فكسيون اسمه نهاد شريف على ما أظن وبوقت بهذا الفيلم نسموه قاهر الزمان لأنه هي قصة طبيب بده يجرب يحنط عبر الطرق العلمية وتقوص التحنيط الشهيرة أكيدة في الحضارة المصرية الفرعونية بده يحنطهم لحتى بعدين يرجعي وعيهم بس حتى يخلصهم من أمراض معينة المهم حسين أكتر فيلم كان مبني على تبقوله على قاعدة علمية ويكون قريبة الحقيقة وخاصة أنه جاي من كتب متخصص بالسيانس فكسيون لذلك إن كان فيلم ذكرتها لحضرتك أو غير أفلام للأسف ما تحلت بروحية جيدة وطاني شيء كان فيه عندك التمويلة بيخافوا منه كل المنتجين أنه بيعرفوا هذه الأفلام حتى تكون فعلا أقرب درجة إلى الواقعية وإذا ندخل فيها نوع من مخلوقات أو مؤثرات خاصة أكيد بدي يكون فيه صرف لأموال طائلة بدي يكون فيه تكلفة كبيرة لذلك لأسف عم يفضلوا كأنه يحولوها للكوميدي لأنه تكلفتها أقل وغير أنه تكلفتها أقل شو ما يعملوا من المؤثرات لو بدت هزالية ما رح يكون فيه عتب من المشاهد على الفيلم لكن هيدا واضح أنه عم بيقدموا سينما مختلفة مع تقانيات جديدة فنحنا بنا نشوف نتابع هيدا الفيلم بنا نشوف اليوم قدية السينما المصرية قادرة تقدم لأنه التريلر بيوحي أنه فيه تقانيات وفيه أشغل على الفيلم هو بصراحة أعتقده أنه نحن قادرين في السينما العربية أنه يكون عنا نوع من هلا فليم ولكن تعرف لكن البادجت الكبير يلي بيتطلبوا هالنوع هو حتى بعيد عن البادجت يمكن ماريتاريز من عاشي ليس شاطرني الراي واللين وحتى بعيد عن البادجت أصلا نحن من عاشي نحن نحب ونتفرج في فيلم بالعربي من عاشي تعودنا وديما فيما قصة ضربية أو قصة كوميدية أو وقعنا أو أصواء عية أكتر أو حتى الخيال العلمي مثلا ذكر فيما تجربة أعتقد في رمضان من خمسة سنين كان فيما تجربة لمسلسل خيال علمي أنه يعيش في عام بعيد جدا وكانت الفكرة حلوة معناه أنه نشحت نوعا ما في تونس مشيت بطريقة مثلا كوميدية كان حاجة اسمها تونس 2050 حتى مش معناه أنه يعني مش خيال علمي مشيت في طريق آخر يعني يفن بعض المحاولات اللي كما قلنا يمكن دي معا نحنا في السينما العربية تقعد حد أحد الكوميدية أكثر لأنه تقعد بعيدة على جونا تقد على وقعنا أنه بشا عملوا فيلم نحنا يشبه أفاتار يحكيوا بالعربي يمكن نحنا نضحكوا عليك نشوفه نعرش أنا هل صحيح فكرتي وليش نيرك أنا أكيد بوفاك الرأي لأنه كان في محاولات مثل ما بقوله منا لايف أكشن أدابتاشن كان في محاولات أنيميشن كتير وخاصة في محاولات جدا من تلميز الجمعات المبدعين بكل وطن العربي وحتى راحوا على مهرجانات وبتدخل فيها السينس فكسيون أو كان يبقى فيه مشهد مثلا مثل الفيلم الأخير اللبناني كان اسمه حديد نحاس بالطريق لما نشوف أحد الشخصيات منضم أفضح تفاصيل على الفيلم عم يتحول قصة من جسمه مثلا لحديد لأنه كمان هون دخل شوي عنصر السينس فكسيون لأنه كيم بدي يأخذ الفيلم بغير منح ويعطيه غير معنى المخرج تبعوله دونك هي عم تبقى محاولات أو عم تكون بس تجاري ضمن الأنميسيون لأنه مثل ما ذكرت وأنت وهت على نقطة مهمة أمين هي قصة البودجت وقصة كمان يكون في عندك ناس متخصصة وناس يكون في عندك تجاريب بذلك هذا الفيلم بدون شك هذا شي بيعلي بالبودجت بالمنطقة العربية ولكن أكيد ما في شي مستحيل ودجا التجاريب اللي عم نشوفها مع الشباب يعني جدا ملهمة ومشجعة طيب خلنا أحكي معاك في موضوع أنا لاحظته شوية وقت اللي عرفت أنه نحن بش نحكي على كينجدوم أوف بلانيت أوف دي أيبس قعدتها كان فت شنشوف الناس شنية تقول شنية تحكي على هالنوع من الفيلم وبالصدفة عرضتني البارح عرفتك اللي عملوهم اللي صنداج على سوشيال ميديا ساعات عرضوني برشة معناية أنه فيهم فيهم ألعاب نوعا ما لعبة أو كما كما تلعب مثلا بسؤال أنه شنية لون اللي تحب أنت أخبر أنا أصفر أنت شنية الحيوان اللي تتخيلوا أنت حصان أنا مجدر شو المهم صبر الأراء اللي يكون موجودة ذاك على عدة مواضيع يعني نلقى أغلب صبر الأراء في كل ما موجود فيه كلمة بلانت أوف دي إيبس مربوطة بجراسيك بارك فنحب نسل جراسيك بارك ولا كينجدوم أوف دي إيبس شو بتختار بلانت أوف دي إيبس معقدية لك لك أنا هون يعني كتير هلأ أنت اليوم هلأ حطيتني موقع جدا صعب لأنه اتنينتهم محببين جدا على قلبي يعني الياس الصغير كان مغروم ببلانت أوف دي إيبس وما سمعته وما ورسته من أهلي عادل فيهم ولما حضرته أنا وظهير ولما كبرت هلأ شركك بيشغلي أول فيلم حضرته بالسينما لأنه للأسف كان في عنا حرب لبني وما كنت أحضر سينما كان جراسيك بارك يعني ما فيه يعني مثل إذا بدأ كوني ميلت لي ميل وميلت الشمال انت عرفت كيف من القلبي مثل ما بقوله محل جدا استثنائي عندي إذا بدأ اختار للكيم التاريخية بروح حكيدي هذا يجيب بديبلوماسية متاع هكا كتابة في الإعليم وقدم تلفز نحن بودكاست يعني خلص بس هيدا دليل على أنه اليوم ريس راضي عن كينغدوم أفضل أه ليه هو راضي على الفيلم قديم بتحطله على عشرة ستة ستة أوكي آه لا راضي عليها بستة قليل ستة يعني إذا كتير بدي يكون كريم سبعة لأنه رح قل لك ليش سريعا التيمبو طبع الفيلم عانا جدا يعني واس بول كنت متخيف منه متخوف منه أنا لأنه ما كتير حبيته بميز رونر وخصوصا أنه استلم هلأ إذا بدك تدف من مات ريفز اللي أبدع بآخر اثنين وحتى روبرت وايت قبل لذلك أول ساعة بالنسبة لإليها أول مرة بتطلع بالساعة بسيلي من قروض من دوم أحرق أكيد تفاصيل فيلم اللي محضروا بعد كانت جيدة وكان فيه نوع من الابتكار بالسبب القصصي ولكن نعم كان فيه عنده مشكلة بالتمبو بالإيقاع بتطور الحركات وأكيد حتى الموسيقى حتى ما دعمته كتير لأنه هي كمان جزء من التمبو لهيك حسينا بهذه الساعة وبقى منه الساعة وتلت مع أنه هلأ كمان اليوم صدمت لما عم بقرأ اللي هو عنده مجهد محزوف وعم يقرر يزيد بعدين لثلاثين لأربعين دقيقة قلت له يعني بقلب نييلنا فيك يعني أنه نحنا هيك ومش بخلصي نييلنا فيه شو بحبه طوله الأفلام انتي فهمتش تخيل إلياس وهو في قاعد سينيما تطلع على سياته يعني أنه مش ممل طويل الفيلم خلاص فمعك حق بده صوتك على كل لما كومي بننصحوا الناس أكيد مشو يتفرجوا هذا في فانز لها السلسلة وبيحبوا هالنعم أنا الحق والله على حديث جيرسيك بارك أنا أكيد جيرسيك بارك ولا عمري حبيت كينغ دوم وفو ذو بلانيت ولا عمري حبيتهم لبلانيت ولا على فكرة والنسخ الكل ولا مرة كملت فيلم ولا مرة كملت فيلم لأنه أصلا أنا حتى بالحياة ما بحب لسانج نخاف منهم هذا اعتراب ضمني في بودكاستنا أنا أكتريتنا أنا نخاف يعني عندي فوبيا من القرد آه لها الدرجة ولا مرة مليان صغير ما نحبه ولا مرة حاضر لا أي حاجة تذكر في فرانس وقت اللي كان عنده شاسمه مارسيل الساعدين أنا الحلقات اللي كوني فيهم مارسيل ما تفرشتش نلخر وين رأى مارسيل نعدي شكرا إليس هذا اختيار أميق كمانا يتفق معك رح نبقى نعمل بودكاست كمانا عن جلس شكرا لك يا إليس شكرا لأتيك صحة ومنتركك تتابع أحداث مهرجين كان وأفلام اللي رح تنزل هذا الأسبوع ونحنا كمانا خلنا نحكي والأسبوع الجي على الموضوع إن شاء الله يلا إلى لك شو نحنا نحن نمشي ونكمل ونشوف وشنا الأجواء اللي في كان نحن نفهم شوية الوضع في كان نحنا بدنا نطرب ونشوف ونشوف مبيلة الأفلام في نطرين أحداث السجاد الحمرة شو رح يصير مين رح يعمل أكشن مين رح يعمل شي لازم يكون في أكشن ستنى لازم يكون عنا أكشن كيف حما أكشن ستنى والبودكاست الجمعة الجي أكيد كل عادة على يوتيوب العربي 2 بودكاست سينيما سينيما وكل أسبوع موضوع سينيما جديد شكرا وعلى اللقاء باي باي